تكونين فنانة لهالدرجة والهالدرجة تحبين فنك وانتي راح نحكي على البدايات انتي من انتي وطفلة يعني شاربة الفن صعبه ان نظلين فوق العشرين سنة بدون هاي الأضواء بدون الكاميرات معتزلة تماما؟ والله صراحة يعني أنا يعني صراحة أقول لك أنا متندم على الفترة كلها يعني صراحة متندم عليها اللي بتعتي بيها ايه والله لأنه دائما كل الحوالية وكل جمهوري وكل محبيني يعني يعني يقول حرام يعني هذا الصوت انتي مطربة متمكنة واحنا نحب صوتتش فليش يعني هذا الابتعاد كله وليش يعني ما تواصلت دافع ايش كان للاعتزال هو العقل انه احسبي أموره بعقلي له الحب حبيتي هذا الانسان فعلى مودة اترك كل شي ايه حبيت طبعا اكيد حبيت وعلى مودة بس كنت أنا أنا اقول غلطانة يعني كان مفروض يعني تحسبيها مصلحتي وصوتي وموهبتي فوق كل شي يعني لأنه الظروف يعني خلتني بصراحة خلتني اتندم على ندمتي بوقت متأخر لو ماكو شي متأخر ندمتي بوقت متأخر بوقت متأخر واخو ناس يعني على كلنا طبعا هو تم الانفصال بين شو بين هذا الشخص ايه تم الانفصال طبعا من زمان يعني سؤال يمكن قاسي شوية لفنانة تتوقعين الناس بعدها تتذكرتش جدا ايه لحد هاللحظة يحترموني و مرات يعني حتى بالتليفون يقول احنا مدى نشوفتش يعني ايه انتي وين يعني بس اكو ناس كل شي يعني مأثريني والله يعني حتى يقول عليهم يعني لو بس كلمة واحدة بالتليفون ايه كلمة واحدة بس سبعينة كل شي مري يعني صح يخجلوني يعني يخرجوني تردين تيجين بالحفلة حياتش الله والله منتظري يشتعالي بس مرات اغني لهم مخطع يعني يشكروني ومستنسين وكذا بس طب غطاء يعني يعني غالين علي واحترمهم ناس يعني معروفين وكذا وكذا انا بشهاد يعني انه انا يمكن العشرات حاجشينوا ايه بالسوشال ميديا من جمهورتش يقولون ندور على ونالعبدالله ويعني مجيبها واستضيفها فانتي إليك عشاق من كل مكان لذلك انا تدري حتى اتعبت حتى وصلت لانه انتي بيعزلة ويعني لحد ما صار اخيرا الموضوع وقدرت وطأتيني كلمة وصلنا الحمد الله وصلنا لنتيجة الحمد الله وهياتنا اليوم الحمد الله